صحفيين مبارح كان نائب الهامي عاجينة نائب في محافظة قهلية شتم الصحفيين شتم صحفيين زملائي وإحنا كلنا الجماعة الصحفية كلنا في هذه الأمور زملائنا لأنه هو ما قالش لا اتكلم قال كذا شتم الصحفيين بالكامل من مبارح للنهاردة كنت منتظر مجلس النواب يجيب حق الصحفيين من مبارح للنهاردة كنت منتظر دكتور علي عبد العار رئيس مجلس النواب المحترم يجيب حق الصحفيين كلهم لأنه هذا النائب شتم جموع الصحفيين في مصر وليس زملائنا المراسلين في الدقالية وحتى لو زملائنا أيضاً لا النائب ولا غير النائب وهنا لا حدش عنده حصانة مفيش حد هنا يحتمي بالحصانة لا نائب ولا غير نائب الصحفي يحترم من الجميع طالما هو بيؤدي عمله بكل احترام إنما نائب عنده حصانة يشتمي الناس يقف عند حده ما يحتميش وراء الحصانة الحصانة دي مش تستخدمها عشان تشتمي الناس كلها الحصانة دي ما كانها مجلس النواب بس بر المجلس ليس لها أي شيء دكتور علي عبد العال من فضلك حق عشر تلاف صحفي عند حضرتك حق الصحفيين عند حضرتك هذا النائب تطاول وسب جموع الصحفيين فأرجو الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن يأخذ بحق زملائي ويأخذ بحقي لأن أنا صحفي أنا صحفي وأتشرف أني أكون صحفيا مهنتي وشغلتي وأنا عدو في انقاب الصحفيين فأرجو من الدكتور علي عبد العال مرة تانية أن يأخذ بحق كل الجماعة الصحفية من هذا النائب تاني من هذا النائب اللي مش عايز مرة تانية أقول اسمه تاني من هذا النائب